سلحفات هذه اللي سميناها مروة هي سلحفات واقعة استيادها عرضياً في البحر من طرف الصياد اللي جابها لنا وبعد معالجتها حبينا ان انتبعوها لأنها حيوانات مهاجرة والبليز اللي ركبنا عليها تمكننا من متابعتها من خلال معرفة اماكن التشتية واماكن التغذية وطرق الهجرة نجموه نعمل هذا يلعب دور كبير في حماية الكائنات المهدى بالانقراط ترجمة نانسي قنقر